من كافنتري في بريطانيا رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان عبر الهاتف ما المعلومات المتوفرة لديك الآن رامي بخصوص هذه الغارات نعم صرحا خير وهي قصد صاروخي صاروخ صواريخ أرض أرض استهدفت تلك المنطقة وليس غارات من طائرات حربية حقيقة الأمر الاستهداف بشكل قطعي لمنطقة الفرقة السابعة في قوات النظام ما بين زاكية وخان الشيح طبعا هناك كان في تلك المنطقة اجتماع لقيادات عسكرية وأمنية الانفجار كان انفجار وحيد وانفجار ضخم هذا المنطقة وسمع عدويه على بعد عدة كيلومترات بالتزامن أو بعيد الانفجار كان هناك سيارات إصعاف وصلت إلى تلك المنطقة معلومات مؤكدة يوجد إصابات ولكن حقيقة الأمر هل هي إصابات من قوات النظام هل هي إصابات من الإيرانيين وحزب الله الذين باتوا يلبسون اللباس لباس قوات النظام بشكل واضح ويعملون داخل القطعات العسكرية التابعة بين مزدوجين ونكرر بين مزدوجين للجيش العربي السوري وهم لديهم تحركات مثل ما قال رياد هم في الآوين الأخيرة يعملون على ترسيخ تلك الجبهة من الأراضي السورية على الحدود مع الجولان المحتل تحت مسميات المقاومة السورية لتحضير الجولان وتحت عباءة الفرقة الرابعة وقوات أخرى من النظام طبعا الإيرانيين موجودين بالجنوب السوري من القريطرة حتى الباديد السويداء أكثر من 11 ألف مقاتل يتبعون لإيران يعملون تحت مسميات مختلفة في جنوب السوري وهم انسحبوا شكلا ولم ينسحبوا فعلا طب إذن هل يمكن القول أن هذه المرة الغارة استهدفت شخصيات أكثر منه سلاح؟ يعني بشكل قطعي لا يوجد مستودعات انفجرت ولكن قوة الصاروخ وشدة الانفجار دمرت تلك المنطقة من الذين كانوا في تلك المنطقة؟ هل كان هناك اجتماع لشيء له علاقة بتحضير لعملية لطائرات مصيرة بعملية في الجولان المحسن كل شيء واريد ولكن بشكل قطعي لم نتمكن من معرفة تهوية الشخصيات التي استودفت في هذا التفجير وفق معلومة مؤكدة بأن هناك ما يعرف بفرع المعلومات بمخابرات عمل تابع للنصاب بدأ يحرك جيش الإلكتروني وينشر أكاسيب عن شخصيات وهمية غير موجودة من أجل الخلط على من يريد أن ينشر أخبار قتلى عناصر قوات النصاب يخيل عادة للمرء أنه إذا فيه اجتماع لقيادات أنه المفترض أن تحط بالسرية ما يعني أنه حتى اجتماعات هذا القبيل مخترقة يعني سري أي سرية وكل مستودع صغير وكبير موجود داخل الأراضي السورية معروف لدى الإسرائيليين وعندما قلنا في اللاثقية استهدفوا أربع حاويات بعينها لو لم يكن لديهم هملاء بشكل كبير جدا في كل مقعة من التراب السوري وداخل حزب الله لبناني لما تبكروا من هذه الاستهدافات والمضحك أقول لك بأنه عندما استهدفوا القطيفة أحد المقربين من حزب الله الصحفيين قال أن الاستهداف ليس للحزب الله هذه مستودعات المرصد موجودة دون قطعات عسكرية في تلك المنطقة للأراضي السورية شكرا لك من كوفنتريا في بريطانيا رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان